ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن دولة تستهدف حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه فيما يستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه وأوضح المركز في عرض معلوماتي حول مستهدفات الموازنة المالية الجديدة أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو السنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة بـ 50% وسيكون للأجور نصيب مهم في مخصصة الموازنة حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة ولفت إلى أن خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من ناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في عام 2016